بعد أشهر من استحواذها على أصول شركة بريتش بيتروليوم البريطانية في حقول الغاز بعين صالح وعين مناص في أقصى جنوب الجزائر تستحوذ الشركة الإيطالية إيني على أصول أخرى لشركة نيبتون إنرجي في أكبر مشروع لإنتاج الغاز في ولاية أضرار جنوب غرب الجزائر السنة الماضية استكشفت الجزائر سبع أبار بالشاركة مع شركة إيني وهذا ما يخدم الجزائر ويخدم الشركة الإيطالية التوسع هذا تبحث عنه الجزائر وتبحث عنه إيطاليا هذا سيخدم الجزائر على حساب شركة الأخرى نتحدث عن تطال نتحدث عن غاز فرنس نتحدث عن شركة أخرى ربما أخذت حصص في السنوات الماضية لكن الآن الإيني بدأت تستحوذ على الحصص الأهم داخل هذه الاستكشافات وبفضل هذه الصفقات سيرتفع الإنتاج الطاقوي الخاص لشركة إيني إلى 120 ألف برميل نفط مكافئ يوميا كما ستتحول الشركة إلى مورد أساسي للغاز الجزائري في أوروبا حيث يضمن مشروع تواتغاز الذي استحوذت على أصوله في ولاية أضرار إنتاجا إجماليا يصل إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم الواحد شركة الجزائرية إيطالية هي شركة ربحة ربحة لماذا؟ لأن الجزائر تستفاد من خبرات إيطالية هي خبرات جد متقدمة والإيطالية تستفاد من الجزائر كبلد لتوسيع ناشاط تحا وجزائر بلد مهم جدا في المنطقة الإفريقية لنعتبره بوابة إفريقية ووقعت شركة إيني الإيطالية اتفاقية شراكة مع شركة سونطراك الجزائرية تضمن إمداد إيطاليا بنحو 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويا بين عامي 2023 و2024 وبهذه الصفقات تصبح إيني الإيطالية الشركة الطاقوية الأجنبية الأولى في الجزائر ويرى مراقبون أن هذه المكانة مهدت لها جودة العلاقات التنائية بين الجزائر وروما وخدمها تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة حسن جزيري قناة الغد الجزائر